موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في المراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم الي حنتكلم عنه النهاردة هو مالكوم اند ماري مالكوم اند ماري احدث اصدارات نتفلكس وهو احد الافلام المحدودة في المساحة والمحدودة في الزمن والمحدودة في عدد الشخصيات اللي بتظهر فيها احداثنا بالكامل بتدور في ليلة واحدة بعد عودة اثناء بتاعنا من العرض الاول للفيلم الاول من اخراج مالكوم واللي على ما يبدو ارتكب فيه جناية بانه نيسي يشكر ماري في كلمته قبل بداية عرض الفيلم امسيتنا بتبدأ ببعض العداء المداري واللي سريعا بيتفجر في شكل جولات متتالية من الجدل الحواري اللي ما بيفصلش ما بينها الا بعض الاستراحات الرومانسية والجنسية فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلمنا مليء بعدد كبير من الاختيارات الفنية الفريدة فكرة ان ما بيظهرش فيه الا شخصيتين بس فكرة ان الاحداث بالكامل بتدور في ليلة واحدة في بيت واحد فكرة انه بيتعرض بالكامل بالابيض والاسود بالاضافة لبعض القرارات الانتاجية الفريدة برضو زي ان فريق العمل ما كانش فيه خبراء ميكوب او ازياء وزي ان اي مشهد في الفيلم ما كانش ينفع يجمع اكتر من 12 فرد من فريق العمل اثناء التصوير وزي انه كان بيتصور بالكامل تقريبا في السر واعتبارات تانية كتيرة تفسيرها ان انتاج الفيلم بدأ وتصويره انتهى اثناء الموجة الاعنف من فيروس كورونا وهنا لازم نطرح سؤال مهم هل السبب وراء الاعتبارات الانتاجية دي هو نفسه السبب وراء الاعتبارات الفنية دي ولا دي حاجات كانت بتحكمها الرؤية والموضوع يعني من الاخر كده قرارات الفيلم دي كلها هي اللي جات الاول ولا الكورونا سهل اوي اثناء مشاهدة الفيلم اننا نحس ان الكورونا هي اللي جات الاول ولما نقرأ شوية عن تفاصيل الانتاج حنتأكد ان ده صحيح ليه الفيلم بيتعرض بالكامل بالابيض والاسود؟ حقيقي انا مش شايف اي داعي فني ولكن فيه دواعي كتير عملية تقليل التعائدات في الاضاءة تقليل التعائدات في التلوين تقليل التعائدات في تنسيق الازياء وتقليل التعائدات في تنسيق المكياج ايه هو الداعي ان الفيلم ما بيظهرش فيه الا شخصيتين بس احكام التباعد الاجتماعي ليه احداث الفيلم بالكامل بتدور في بيت واحد؟ عشان نسهل اجراءات العزل الصحي وانا بقول كده مش قصدي ان القرارات دي كلها اثرت على الفيلم سلبيا ولكن في نفس الوقت فايدتها الفنية محدودة جدا وقلقت بالمسئولية بالكامل على السيناريو والاداءات التمثيلية للبطلين مع بعض اللحظات اللي حسيت فيها ان المخرج عمال يرفع صباعه ويقول انا كنت موجود على فكرة والحقيقة اللحظات دي ما كانتش سيئة وفيها مشاهد مفيدة على مستوى الرمزية وبالاخص المشاهد اللي بتصور خارج المنزل من داخل المنزل كان فيها تكوين جيد جدا والرمزيات بتاعتها كانت سهل ان احنا نستوعبها وكان فيها اكبر استفادة من ان الفيلم بتعرض بالابيض والاسود اما السيناريو فهو المتحكم الاعظم في الجوالات الحوارية اللي اتكلمنا عنها واللي كانت بتجمع ما بين الخاص والعام الخاص هو كل ما يخص العلاقة ما بين البطلين والعام هو الاسقاطات اللي بيشيروا ليها بشكل متكرر سواء امور لها دعوة بالعرق بالسياسة بصناعة السينما بالعلاقة ما بين صانع الافلام والناقد اه سمعنا لنا كلمتين في وسط الفيلم ما كانش ليهم اي داعي على فكرة يعني والصراحة اجمل لحظات الحوار في رأي الشخصي هي اللي كانت متعلقة اكتر بالخاص بتاريخ الشخصيتين مع بعض بالتقلب السريع في مشاعرهم بالانحضار السريع في الرغبة انهم يجرحوا بعض ودي بعض الجوانب المظلمة الحقيقية في العلاقات واللي اعتقد ان الفيلم جسدها بشكل جيد جدا اما الجانب العام ففي رأي الشخصي كان مليان ادعاء والنخبوية الشديدة في التناول حتى اثناء انتقاد النخبوية الشديدة في التناول دي اللحظات اللي تدخل كاتب الفيلم ومخرجه سام ليفنسون ما كانش مرحب بيها لانه كان بيطرح تصريحات شخصية على لسان بطله وبيفرض روابط مش في محلها قوي مع العلاقة ما بين البطلين لذلك اقدر اقول ان السيناريو كان ليه لحظات ولحظات وكمية الرسائل الكبيرة جدا اللي اتبعتت اثناء الفيلم للأسف مش حاسس اني هفتكر حاجة منها وبقت المسئولية الكبرى لتوفير المتعة اثناء المشاهدة على عاطق الممثليني فيلمنا من بطولة جون ديفيد واشنطن في دور مالكوم وزندايا في دور ماري لو حنتكلم عن التناغم والانس جام ما بين الكنين فحاسس ان دام مش مهمة قوي لاننا في اوقات كتير اثناء الفيلم كنا بنستثمر في التنافر اصلا والحوارات ما بين الكنين كانت اكتر شبه البيس بول مش البينج بونج مش عارف لو هو تشبيه في محله قوي بس دايما بحس ان حوارات البينج بونج فيها رايح جاي كتير في الحوار الواحد اما حوارات البيس بول ففيها جانب عمال يرزع والتاني عمال يلقف وبعدين بيتبادله المواقع مش قصدي انتقد النمط بتاع الحوار في الفيلم بس بقول ان التناغم والانسجام ما بيبقاش عامل كبير فيه اللي يهمنا اكتر هو الاداء المنفرد والاداء المنفرد لجون ديفيد واشنطن كان ديناميكي اكتر من المعتاد فيه اداء حركي نطاق واسع فيه تعبيرات بالوش متنوعة بشكل كبير فيه نوبات هدوء وفيه نوبات صراخ ودي حاجات في المعتاد كانت غيبة عن اداء جون ديفيد واشنطن وكان بيتم انتقاده بسببها كان بيتم انتقاده بسببها من ناس تانين مش مني انا انا الحقيقة كنت مبسوط جدا باداءه في بلاك لانزمان وفتنت اه كان اداء هادي اه نطاق بتاعه ما كانش واسع بس كان ملائم جدا للشخصيات اللي كان بيجسدها هل اداءه الاكثر تفجرا في ملكم ان ماري كان ملائم للشخصية اللي هو بيجسدها اه بس واضح برضو انه كان بيحاول يرد كان بيحاول يقول للناس انه هو بيعرف يعمل الحاجات اللي هم اتهمون وما بيعرفش يعملها لذلك في بعض الاحيان كنت بحس ببعض المبالغات وده بكل تأكيد لا ينطبق على اداء زندايا اللي بكل تأكيد في تقدير الشخصي كانت صاحبة الاداء الافضل وده بكل تأكيد لانها الشخصية الاكثر اضطرابا وده مش تخمين مني انا شخصيا ده مشروح جوى الفيلم من تاريخ الشخصية زندايا هي فعلا اللي عندها بعض لحظات الاداء اثناء الفيلم اللي ممكن تعيش في الذاكرة شوية منها لحظات استقواء كتير وفيها لحظات استضعاف جيدة جدا يمكن اللي ما خدمش الشخصية شوية هو توظفها كرمز جنسي في اوقات كتير بس عموما الاستمتاع باداءها ممكن يكون من الاسباب اللي تخليني ارشح الفيلم لناس كتير الاختيارات الفنية والانتاجية في فيلم مالكوم انماري تابعوا للتأمل في كيفية صناعة فيلم له وزنه بامكانيات محدودة سواء كانت المحدودية دي اختيارية او اجبارية المهم ان ينتج عنها في النهاية فيلم ماسك نفسه حتى في غياب الروابط الكافية ما بين القرارات والرؤية الفنية واللي ممكن تكون اكتر حاجة قللت من استمتاعي بالفيلم اللي هو الاحساس العام بان فيه واحد لقى ظروف معينة فقرر يعمل فيها فيلم معين وبعدين حاول يبعهولنا على انه عبقرية لا يا حبيبي دي الكورونا تقييمي لفيلم مالكوم انماري هو 6 من 10 وبكل تأكيد غير مناسب للمشاهدات العائلية مناقشة الحلقة مين هم الممثل والممثلة اللي تحبوا تشوفوهم في فيلم ما فيهوش حد غيرهم احداثوا بتدور في ليلة واحدة في مكان واحد وتحسوا فتح كلام كده انكم مستحيل تزهقوا ياريد تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريد تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بودجو وبي باي اشتركوا في القناة